السلام عليكم ورحبا بكم في القناة معكم ليلة نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما تكون احوالكم جيدة انتما والعائلة ديالكم اليوم ان شاء الله سوف ندروا طريقة الخياطة ديال الفرنس أو الكشكاجة هذه الطريقة تساعدنا باش نخيطوا بزاف ديال الحويج ديال المطبخ ديال البيبي يعني بغرف النوم اي حاجة بغينا نديروا لها الكشكاجة كنت تستعملوا هاد طريقة هذي ولي فرنس دائما كيعتونا منظر جميل لأي قطعة وغادي تشوفوا معايا هاد المخدة هذي اللي شفتو في الفيديو هي كمقدمة ان شاء الله غادي نديرها في الفيديو القادم لان ما بقاش ليلة الوقت باش نحطها في هاد الفيديو هادا اليوم غادي نتعلموا وان شاء الله الفيديو القادم نحط لكم طريقة بالتفصيل كيفاش خيطها اول حاجة اول حاجة خاصنا نعرفوه هو ذاك الشريط او ذاك القطعة ديالتوب اللي غادي ندير فيها الفخونس خاصة تكون دائما ضعف او لا اكتر من ضعف بشيشوية على القطعة اللي غادي نخيطوا عليها الشريط احنا غادي ندير الفخونس من جهة واحدة اول حاجة كيف تشوفوني كيف تبديد الخياطة حتى البرا ونجروا الخيط 11 سنتيم ونوسعوا الغرزة الاخر ونبدأوا تنخيطوا عادي خياطة عادية ونصلوا الاخر ونشيطوا 10 سنتيم ونقطعها بهذه الطريقة ونجعلها اول خياطة نضعها على 1.5 سنتيم من الدوب ومن بعد نضعه ونخيطه بنفس الطريقة نجر الخيط 11 سنتيم ونضع ثبات ونمشيه ونخيطه على 0.5 سنتيم الخياطة الأولى ما بين الخياطة الثانية 0.5 سنتيم ونحن سنكملوا بنفس الطريقة نجعله تنشيطوا الخيط وتندزوا للخياطة الثالثة ستقلوا لي لماذا هذة ثلاثة الخياطة سترى معايا تلخر هذه الطريقة تجي بها الخدمة تكون مزيان مزيان المزيان نجعله نضع الخيط المزيان المزيان ونضيف المزيان نجعله المزيان سوف نجرب و نجرب حتى نحصل على المسافة المناسبة المسافة المناسبة سوف نخيط على هذا الشريط سوف نحصل على المسافة المناسبة سوف نحصل على المسافة المناسبة يجب في تحديد النجاة خلق المناسبة نجمع الغرزة نجمع الغرزة نجمع الغرزة بفرنس نجمع الغرزة وستنجمع الغرزة ساكامل واقع غد اجراء وينجمع الغرزة وDr. 2001 لاحقا أخرج نجمع الغرزة ويشومت لإ Sungaiharr سوف نجد هذه الطريقة سوف نقوم بتحديد خطير منطقة مطبخة سوف نحتاجهم في الوصف و نضع ايضا يمكنكم تحديد خطير منطقة مخططة و ننتقل بخطة مخططة نضع خطير منطقة مخططة و نضع منطقة مخططة طريقة سهلة سوف نضع نقطع الطوب سوف نضيف الخياطات واحدة 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 كيف تلك خليت نصمية نص سنتيم على الحافة و كان دوز ما كان ديش لا غيدي الخياطة سنتيم بقليل وقت كنت قد نضيف الفيديو التهوة ولكن جاني كبير بزاف يعني باش ندير الفيديو ديال المخددة مع هذا الطريقة ديال الخيطة ديالي فرنس جاني بزاف و قلت لكم غادي جيكم المعلار ان شاء الله الفيديو القادم و نحطوا طريقة بالتفصيل و قدر نزيد معها حويجة خورين اللي تفيدكم يعني حويجة خورين ولكن انتم مهتمين بهذا الفرنس ف نديرهم نطبقهم على حويجة خورين اكتبوا لي لي كومنتار و قولوا لي الرأي ديالكم و انتم مكيف قدرون ان شاهدوا هادووزة الخياطة من الحاشيات بجوج انا الغرض عندي هو هاي الخياطة رغتي تحت على التوب يعني دوكلي فرنس غادي يكون في الوسط وبنفس التقنية كنزره الخيوطة الفوقانين وكان بقى ندفع في التوب حتى نحصل على المسافة اللي بغيت نخيط الوجه دائما يكون على الوجه نحصل على الوجه دائما نشد توب نفيت وكي يسهل لنا الخدمة ونزير الغرزة ونضوز على الخيطة الوسطانية تتكملها كلها بخيطات طريقة سهلة سهلة بزاف غير تبعو معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد نحصل على الخيط الخراني نحصل على نفس الطريقة ندفعها للجهة الأخرى ترجمة نانسي قنقر 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 نظر لأي حاجة درنا فيها الفيديو دي اليوم سهلا وكنت من ان شاء الله تدربوا على هذه الطريقة وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نخيطوا المخيدة اللي شفتوا في اول فيديو وانا ديك المخيدة عجبتني بزاف وغادي ان شاء الله استنتوا ما تعجبكم وديروا بحالها الفيديو دي اليوم سهلا كانت من لكم نهار مبروك وان شاء الله نتلقاوا قريب وانخيطوا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته